تنفيذا لتوجهة رئيس الجمهورية تواصل عودة المواطنين المصريين من السودان عبر الجسر الجوي والمنافذ البرية الحدودية ترحيب دولي بتمديد وقف اطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة وسط مناشدات بضرورة ضمان وصول المساعدات الانسانية دون عوائق هجمات صاروخية روسية تستهدف كييف واوكرانيا تقول ان استعداداتها لشان هجوم مضاد شرفت على الانتهاء السادسة مساء بتوقيت قاهرة ثالثة بتوقيت جرانيش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري اهلا بكم نحو اسبوعين على بدء الازمة في السودان الشقيق وسط مخاوف من احتمال خروج الاوضاع هناك عن السيطرة وفيما تكثف مصر من مساعيها وتصالتها للتهديئة بين الاشقاء تواصل دورها في حماية المواطنين المصريين واعادتهم من السودان الشقيق كما تستمر في فرح ابوابها للاشقاء ممن يبحثون عن الامن والسلام هاربا من المعارك والقتال في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المواطنين المصريين من السودان تواصل اجهزة الدولة جهودها ومن بينها تنفيذ جسر جوي لاجلاء المصريين هذا بالاضافة الى استقبال مئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات الحافلات وتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر المصرية للمساعدة في عملية الاخلاء الطبي لعدد من المصابين ضمن حملة دعم سلامة اولادنا بالسودان هود مستمرة تبزلها الدولة بالتنصيق مع مختلف الجهات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة المواطنين المصريين من السودان وعلى مدار عدة ايام تم تنفيذ جسر جوي لاجلاء المصريين من السودان الذي نفذ 23 طلعة جوية اضافة لاستقبال المئات عبر المنافذ البرية وتوفير عشرات الحافلات لنقلهم ليصل اجمالي المواطنين الذين تم اجلاؤهم منذ بداية الازمة وحتى مساء الخميس الى 5327 مواطنا عبر المنافذ البرية والجوية واستمرارا لخطة اجلاء المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي التي تشرف على تنفيذها لجنة وطنية مشكلة من جميع الاجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة قامت نحو عشر طائرات باجلاء المصريين من وادي سيدنا على مدار عدة ايام اضافة الى الطائرات التي يتم اجلاؤهم بها من بورد سودان ودنقله ومنذ اللحظة الاولى لاندلاع الاحداث في السودان تم اتخاذ اجراءات التحرك عبر اعلان خلية ازمة على اتصال مباشر بجميع الجهات والاجهزة المعنية بالدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية وصفارة المصرية والقنصليات بالسودان مع نقل صوت المواطنين بالسودان وأماكن تواجدهم عبر لقاء عبر الفيديو كونفرنس الذي تم عقده مع الطلاب الدارسين في السودان وأسرهم والقالية هناك وذلك عقب ساعات من اندلاع الازمة جمعية الهلال الاحمر المصرية كان لها دور كبير ايضا حيث تم التنسيق معها للاخلاء الطبية لعدد من المصابين والتي قامت بنشر حملة تحت اسم دعم السلامة أولادنا بالسودان تتضمن أرقام التواصل وإرشادات هامة تساعد المواطنين خلال فترات الطوارئ وخلال رحلة الإجلاء ويتم نشر تلك التوجهات على صفحات الدولة الرسمية الدولة المصرية لا تترك أبنائها في أي موقع به مخاطر وتحديات جراء حروب أو صراعات أو طوارئ أو ظروف إنسانية متردية وهو ما حدث عند إجلاء العالقين من كل دول العالم وقت كورونا وكذلك وضع خطة لإجلاء المصريين بصورة عاجلة بعد تفاقم الوضع بالسودان مؤكدة أن هذا هو ما حدث مع الطلاب المصريين في أوكرانيا كما نشدت أبناء الجالية المصرية الراغبين في العودة سرعة التوجه للمنافذ والمطارات بالتنسيق مع قنصلياتنا في بورد سودان ومكتبنا في وادي حلفة استعدادا لإجلائهم ونقلهم إلى مصر أكدت وزارة الصحة تقديم كافة أوجه الدعم الطبي للمصريين العائدين من السودان والأشقاء السودانيين وجميع النزحين من كافة الجنسيات عبر ميناء أرقين وقسطل وأشارت وزارة الصحة إلى تمركز خمس سيارات إسعاف ذاتية التعقيم في معبر أرقين وخمس سيارات في قسطل وزيادة العيادات المتنقلة في منافذ الوصول من خمس إلى عصر عيادات وتحويل خمس وثلاثين حالة مرضية إلى المستشفيات وخروج أربع وعشرين حالة بعد تلقي العلاق اللازم وتحسن حالتهم الصحية تتابع وزارة الخارجية عملية إجلاء المصريين من السودان وتهيب الوزارة بالمواطنين في السودان والراقبين في العودة إلى أرض الوطن تهيب بهم التوجه إلى مناطق تجمع محددة وهي القنصرية العامة المصرية في بور سودان ومعبري قسطل وأرقين هذا وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات المواطنين الراغبين في العودة لأرض الوطن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حبل التحادل الإفريقي والأمم المتحدة ودول اللجنة الربعية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من قبل الأطراف السودانية ودعت الأطراف الدولية إلى التنسيق من أجل إجراء حوار لوقف أكثر استدامة للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها السودان تبقى هناك بارقة أمل للتهدئة لا سيما مع الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة من قبل الأطراف السودانية الهدنة لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً حيث أشاد الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول ما تسمى باللجنة الربعية بتمديد وقف إطلاق النار داعين إلى تنفيذه بالكامل وبحسب بيان صادر عن الربعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية وكذلك عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيجاد فإنهم على استعداد للتنسيق من أجل حوار لوقف أكثر استدامة للأعمال القتالية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشهد هو الآخر بقرار تمديد وقف الأعمال القتالية مناشداً للأطراف السودانية بالالتزام بإنهاء القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وعليه فإن هذه المرحلة الأولية من الدبلوماسية ستسهم في إنشاء عملية لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية وتوصيل الأعمال الإنسانية والمساهمة في العمل على تطوير خطة خفض التصعيد تنفيذاً لتوجهات الرئيس السيسي يتواصل العمل بمعبر أرقين الحدودي لتسهيل عبور العائدين من السودان من المصريين ورعاية الدول الصديقة والشقيقة وللمتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري رامي اطلعنا على الوضع لديك كيف تسير إجراءات عبور العائدين من السودان تحياتي لك ولكل متابعين من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان واستمرار توافد الحافلات على المعبر التي تقل المواطنين من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى نتحدث عن أعداد التصل إلى أكثر من خمسة آلاف مصري وأيضاً ستة عشر ألف من السودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى نتحدث عن أربعة عشر ألف من السودانيين وأكثر من ألفين من أصحاب الجنسيات الأخرى من من الوزارات الخارجية الخاصة بدوالهم قامت بالتنصيق مع وزارة الخارجية المصرية وهذا يؤكد على نجاح الجهود وأيضا التوفير وتكاتف الكثير من المؤسسات الدولة المصرية من بينها وزارة الخارجية التي تقوم بشكل مستمر في متابعة وتنصيق مع القنصلية المصرية سواء في بورت سودان أو أيضا في مدينة وادي حلفة التي تبعد أكثر من 60 كم من هذا الموقع الذي يتواجد به الآن بعد إعادة تمركز للقنصلية ودجنوماسية المصرية في السفارة بالخرطوم نتحدث عن متابعة مستمرة عبر الكثير من الأرقام التي خصصتها وزارة الخارجية للجميع من يرغب في مغادرة سودان والمجيء إلى مصر عبر الكثير من مواقع التجمع نتحدث عن مطار الدنقولة نتحدث عن معبر قسطن نتحدث عن معبر أرقين الذي يتواجد به الآن والعديد من الأماكن التي خصصتها وزارة الخارجية للتجمع من يرغب في القدوم إلى هنا أما عن معبر أرقين الذي يتواجد به الآن نتحدث عن زيادة في الأطقم الطبية التابعة للدور الكبير الذي يقوم به له لهلال الأحمر المصري وأيضا زيادة في الأطقم الإدارية لتسهيل عملية وإجراءات أوراق التوثيق والتأشيرات وتسهيل على جميع المواطنين القادمين من السودان وهذا بالتنصيق بين وزارة النقل وهيئة المواني البرية والجفة وأيضا بالتوفيق الكبير وأيضا بالتنصيق الكبير مع محافظة أسوان في توفير الكثير من الحافلات التي تظهر من خلف الآن لنقل جميع المواطنين إلى الواجهات والمقاصد المختلفة داخل المحافظات المصرية نتحدث أيضا عن تنصيق بين هيئة المواني وأيضا مع هيئة الشكك الحديدية في توفير الكثير من القطارات وتنظيم حركة القطارات الخاصة بمحافظة أسوان سواء القادمة أو الذهبة من محافظة أسوان أما الهلال الأحمر أيضا قام بتوجيه الكثير من الفرق الطبية للعمل هنا داخل المنفذ وأيضا توفير كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم سواء من وجبات وعصائر ومياه وأيضا الدعم النفسي والأسري بالتواصل مع الأسر سواء من داخل السودان أو من خارجها أو في أي مكان آخر هذا من ضمن الاستعدادات التي تقوم بها الدولة المصرية هنا من معبر أرقين البري المفتوح على مدار ساعات اليوم ولا يغلق حتى إذا أغلقت عدد من البوابات السودانية لكن البوابة المصرية مفتوحة على مدار ساعات اليوم في استقبال جميع الوافدين ومن يرغب في القدوم إلى الدولة المصرية هذا هو المشهد هنا ومازلنا في استمرار متابعة وفود الحافلات عودة إليكم مرة أخرى نشكرك جزيلا من معبر أرقين الحدودي رامي محمد مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول رقن عبد الفتاح البورهان اتصالات هاتفية من عدد من رؤساء الدول بالألية الثلاثية والألية الربعية وخلال الاتصالات أعرب الجميع عن الوقوف إلى جانب السودان والتأكيد على ضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها صدت جوما وصفته بالفاشل لقوات الدعم السريع بمنطقة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم قالت القوات المسلحة السودانية أن قوات الدعم السريع شنت هجوما على قوتها بمنطقة جبل أولياء وتمكنت من صد الهجوم بنجاح وكبدته خسائر كبيرة ودمرت عددا من المركبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال الرئيس الأوكرانية فلاديمير زلانسكي أن الضربات التي شنتها روسيا على بلاده تجعل موسكو أقرب إلى الفشل والعقاب دعيا العالم إلى الرد وأوضح زلانسكي أن كل هجوم ضد أوكرانيا يجعل موسكو أقرب إلى الفشل والعقاب مضيفا أنه يجب الرد عليها بشكل مناسب من جانب أوكرانيا والعالم أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزانيكوف أن الاستعدادات للهجوم المضاد للجيش الأوكراني شرفت على نهايتها وخلال مؤتمر النصحفي في كياف قال ريزانيكوف أنه تم التعهد من جانب الدول الأوروبية بمعدات أصبحت جاهزة وسلمت جزئيا مؤكدا جاهزية قوته جزئيا مؤكدا جاهزية قوته شكرا جاهزية قوته قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شواجو إن الصراع في أوكرانيا يؤكد تركيز الولايات المتحدة وحلفائها على استفزاز دول أخرى في محاولة لجرها لمواجهة عسكرية مع روسيا والصين وفي كلمة خلال مشاركته في اجتماع الوزراء الدفاع منظمة شانغهاي للتعاون في نيودالهي أضاف شواجو إن الهدف الحقيقي من هذه السياسة التي تتبعها واشنطن هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وتشكيل تهديد للصين والحفاظ على مكانتها الاحتكارية في العالم على حد وصفه ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدن أوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى 16 قتيل وذكرت وكالة أنباء يوكريون فورم الأوكرانية إن هجوما صاروخيا استهدف مدينة أومان بوسط البلاد مما أصفر عن مقتل 15 شخصا بينما لقيا شخصا مصرعهما في مدينة دينابرو في القصف الروسي انفجارات عديدة تهز أوكرانيا وصفارات انذار تدوي في كل مكان وهجمات متفرقة تشكل قوسا كبيرا يمتد من العاصمة كييف إلى وسط وجنوب البلاد ففي بلدة أومان الواقعة وسط البلاد قتل وأصيب عدة أشخاص إثر اشتعال النيران في مبنى سكني نتيجة إصابته بصاروخ وذلك وفق ما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة أما في بلدة دينابرو الواقعة وسط البلاد أيضا فسقط صاروخ على منزل مما أصفر عن مقتل طفل ومرأة وإصابة آخرين كييف كانت في مرمى النيران الروسية إذ هزت الانفجارات أرجاء العاصمة مما أدى إلى إصابة شخصين في بلدة أوكرانكا بمنطقة كييف يأتي ذلك فيما يتوقع أن تشن القوات الأوكرانية هجوما قريبا بمعدات عسكرية جديدة من بينها دبابات قدمها حلفاؤها الغربيون بعد أن حرزت القوات الروسية تقدما ضئيلا في هجومها الشتوي وتحاول القوات الروسية منذ عشرة أشهر شق طريقها إلى مدينة باخموت المدمرة خاصة وأن موسكو تعتبر باخموت نقطة انطلاق رئيسية لمدن أخرى في شرق أوكرانيا وتمثل الآن هدفها العسكري الرئيسي الهجمات التي أطلقتها موسكو جاءت بعد يوم من إعلان الكريملين ترحيبه بأي شيء قد يساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأوكراني فروديمير زيلينيسكي قبل يومين لكن الكريملين قال إنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف عملياته العسكرية الخاصة في أوكرانيا قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن تزويد أوكرانيا بـ 80 دبابة ليوبارد واحد إضافية سيبدأ في منتصف هذا العام وخلال تصريحات المصحفية أضاف وزير الدفاع الألماني إن بلاده نجحت من خلال ممارسة الضغط على حلفائها في توفير مزيد من الدعم مشيرا إلى أن توريد دبابات ليوبارد وان إلى أوكرانيا قد بدأ للتوير إنما shown وقضع أن ن苦اء children قائل أيضا سابق بحاجة وأخير عمدت أن يخديمنا ممتعago سابق بحاجة أكثر من إجهور وأشخصة يمرن لأننا ممتعاً لتجب بالحاجة الم us겠 درana شهد معدل التدخم في فرنسا من جديد تسارعا في إبريل الجاري ليصل إلى خمسة وتسعة من عشرة في المائة على أساس سنوية بعد أن تباطأ في مارس بنسبة خمسة وسبعة من عشرة في المائة وفقا لتقدير أولية ذكره المعهد الوطني للإحصاء والدرسات الاقتصادية والذي أوضح أن التدخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات وذكر المعهد الوطني أن تكلفة منتجات الطاقة ارتفعت بنسبة 7% بين إبريل للعامين الحالي والماضي بعد زيادة طفيفة بنسبة 4.9% على أساس سنوية في مارس قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائد الرئيسي عند مستوى الحالي عند 7.5% وذلك للمرة الخامسة على التوالي خفض المركزي الروسي توقعاته للتدخم لعام 2023 ليصبح من 4.5% إلى 6.5% بدلا من 5% إلى 7% والتي كان يتوقعها يبدأ الألف من العاملين في قطاع السكك الحديدية في بريطانيا إضرابا في 13 مايو بعد أن رفضت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقلة أحدث العروض بشأن الإجور من شركات تشغيل القطارات وذلك في تصعيد لنزاع طويل الأمد تسبب في إضرابات تعطل حركة القطاع منذ الصيف الماضي وقالت النقابة إنها طلقت توضيحها من شركات تشغيل القطارات تضمن عرض مدفوعات تعادل 5% في السنة الأولى ولن يكون ساريا إلا إذا أوقفت النقابة خططها بشأن الإضرابات في القطاع مما يعني عدم تنظيم أي إضرابات أخرى قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التدخم وعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة وعضح مدير صندوق النقد الدولي إنه من أجل السيطرة على موجة التدخم العالمية رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي ما تسبب في طباط الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف بشأن القطاع المصرفي أسدسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها قرلمان اليابان يقر التشريعات اللازمة لاتفاقيات التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا أقر البرلمان الياباني تشريعا لاتفاقيات التعاون الدفاعي مع أستراليا وبريطانيا ما يمهد الطريق لدخول الاتفاقيات حيز التنفيذ بمجرد أن يكمل الشركان إجراءات الموافقة وذكرت وكالة أنباء كيوذو اليابانية أن مجلس المستشارين الياباني وافق على اتفاقية دفاع يطلق عليها اسم اتفاقية الوصول المتبادل تسمح بتبادل نشر القوات بعد أن أعطى مجلس النواب الضوء الأخضر في وقت سابق من هذا العام وفي مواجهة مستترة للصعود العسكري للصين وموقفها العدواني في المحيطين الهندي والهادئ ستجعل هذه الاتفاقية كامبرا ولندن شريكين أولين والثاني لاتفاقية الوصول المتبادل مع طق تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية والتي أعلنت مدى فعلياتها لمدة شهرين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية والموضحة لموقع وزارة الداخلية على الانترنت تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي أعلنت الوزارة مدى فعلياتها لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الانترنت المواضرة دي كانت هيلة من ساعة ما ابتدت واحنا اتفقى لنا خير ان هي تمدد شهرين كمان وعلى اساس كده جاهزنا عرضنا وكل الحمد لله السلع استراتيجية موجودة بأسعار كويسة جدا على الرغم من الآزمة العالمية اللي بتأثر على كل دول العالم وخاصة الشركة الأوسط بس الحمد لله كل السلع موجودة وبأسعار كويسة جدا والله المواضرة بصراحة جات في وقتها بالمسبة لأسعار اللي موجودة هنا لما تيجي تقاومها بأي أسعار برد لأ فرق أجامل صراحة المواضرة دي تبنشكت الرئاسة ووزارة الداخلية على المجهود دوت ونتمنى انها تستمر على طول وتشارك في هذه المرحلة 28 سلسلة تجارية بإجمال 1211 فرعا على مستوى الجمهورية وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات مبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفضات كبيرة ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة دي حاجة كويسة جدا من السيادة الرئيس بنشكره عليها إنه كما بمدها كل فترة جيت هنا ويليت كل المنتجات هنا عليها خصومات فعلا وإن المبادرة فعلا شغالة ومستمرة لسه استفدت طبعا من المبادرة بشتري طبعا الحاجات الاستراتيجية دي على طول بالأسعار اللي أنا على قد يعني لأنها برها موجودة بأسعار أقلها بكثير ما بنعرفش بنشتري حاجة من برها لكن هنا بنلاقي كل أحتياجاتنا بالسهولة وكل الأحتياجات نتوفرها نحن بنشكر رسيات الرئيس على المبادرة لأنها فعلا فتلك كل المصريين شكرا يا راجز كما تم إقامة أربعة معارض رئيسية تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 2026 منفذا سابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية موضحة على موقع الوزارة على الإنترنت وتأتي المبادرة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع نحن اللي بلا فيه وقت ما بتنا بينا لو تحتقينا بتلاينا دينا لنا شرقا وشع تواصل ومد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية إنما هو تأكيد واضح من وزارة الداخلية على أهمية دورها الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ففي إطار المبادرة يتم توفير كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية في السلاسل التجارية والمنافذ والشوادر المشاركة فيها على مستوى الجمهورية عبدالله بركات التلفزيون المصري تتواصل احتفالات مصر بالعيد الحادي والأربعين لتحرير سيناء للمزيد عن هذه الاحتفالات ينضم إلينا كريم بي بيرس مرسل التلفزيون المصري كريم بعد التحية ماذا عن استمرار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين وبالفعل هذه الاحتفالية مستمرة على مدار أيام ولكن كما قلنا من قبل ونقول مرة أخرى أن الاحتفال هو بالتنمية هذه المرة هذا الاحتفال يعني شامل خلال أمس واليوم العديد من المشروعات داخل مدينة العريش وأيضا بمدينة الشيخ زويد إذا ذكرنا تحديدا في الشيخ زويد فتم إنشاء مركز تكنولوجي جديد بالكامل بجانب مبنى مركز الشيخ زويد برفح هذا المركز يقدم جميع الخدمات للمواطنين من تقديم على بطاقات شخصية من تقديم على رخصة للسيارة وأيضا العديد من الخدمات اللوجستية الأخرى الخاصة بالمواطنين هناك وعندما أيضا تحدثنا معهم حول آخر التطورات على أرض الواقع أتحدث عن تغير ملحوظ فيما يتعلق بالخدمات إما بالمركز التكنولوجي أو حتى بخدمات أخرى مثل الكهرباء والمياه حيث تم بالفعل افتتاح بالأمس محطة تحلية للمياه وهي أيضا في الشيخ زويد بالإضافة لعدد من القرى داخل الشيخ زويد التي عاد لها أهلها تم أيضا افتتاح آبار للمياه وتوصيل للكهرباء لهذه القرى داخل الشيخ زويد بالإضافة لذلك بمدينة العريش ما زالت الافتتاحات مستمرة في القطاع التعليمي أيضا تم افتتاح مدرستين أخريتين وتم أيضا فيما يتعلق بقطاع أو مجال الكهرباء تم تطوير محطة جديدة للكهرباء بإجمال 120 ميجاوات جديد تم إدخالهم لخدمة أهالي العريش وتم منذ فترة ومدارة الموضوع مستمرا القضاء على فكرة التناوب في الكهرباء بين أهالي العريش والآن الكهرباء تصل بصورة كاملة وسوف يكون هناك أيضا مراحل مستقبلية وخطوات جديدة داخل هذه المحطات الخاصة بالكهرباء ليتم أيضا ضخ المزيد من الكهرباء للمشاريع القادمة والاستمرات القادمة استعدادا لهذه المشاريع ولسيكون هناك أيضا فائد للتصدير من هذه الكهرباء لذلك المشاريع ربما تتغير سواء كانت في الكهرباء أو المياه ولكن أيضا السكن كان له نصيب في هذا التطوير فعلى سبيل المثال تم أيضا إنشاء العديد من الوحدات السكنية داخل مدينة العريش تم إنشاء وحدات جديدة وأيضا تم تطوير بعض الوحدات الأخرى وتم تطوير الطرق والكبار في مدينة العريش وأيضا المدن المجاولة مثل مدينة بئر العبدة حيث تم تطوير هذه المدينة وتحديدا قرية الرودة فيما يتعلق بمراكز شباب الرياضة هناك وأيضا تم تطوير الطرق وتسهيل هذه الأمور اللوجستية وتم رفع الحواجز بين هذه الطرق لتسهيل أيضا الحركة بين المواطنين في جميع محافظة شمال سيناء أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مرسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العريش انتلقت من دار الأبرا المصرية أمسية فنية أحياثها فرقة البحرين الموسيقية تابعة لهيئة البحرين للتقافة والأتار تأتي الأمسية في إطار الفعاليات الاحتفالية بتاتشيني إعلان مملكة البحرين في مصر الذي يتضمن عددا من المبادئ تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام من القاهرة هنا المنامة مقطعات موسيقية وفلكولور شعبي يعبر عن التراث والهوية البحرينية انطلقت من دار الأبرا المصرية في أمسية فنية أحيتها فرقة البحرين الموسيقية التابعة لهيئة البحرين للثقافة والأثار والتي تأتي في إطار الفعاليات الاحتفالية بتتشين إعلان مملكة البحرين في مصر تحت رعاية الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والذي يتضمن عددا من المبادئ التي تشكل ركائز التعايش كمنهج للسلام أهمية حفلة الليلة انها توري للحضور اللي حضروا مبارح حفلة العشاء وحفلة ترشين المؤسسة الملك حمد التعايش السلمي أننا القوى الناعمة البحرينية النهاردة ستشارك بهذه المناسبة وكذلك مناسبة أخرى سعيدة هي مرور 50 سنة على العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وقمهورية مصر العربية سعيدين بهذه المشاركة في دار الأبرا وبالعلاقات المصرية البحرينية على مرور 50 عام رح نقدم الليلة أمسية إن شاء الله بالتعاون مع الفنان الكبير أحمد الجميري والفنان حسين أسيري والفنان هنديتو رح تتضمن 13 عاما إن شاء الله في هذا المساء وإن شاء الله نتمنى أن الجمهور يكون سعيد معنا في هذه الأمسية وسعيدين بتواجدنا معكم في دار الأبرا للمرة الثانية شعور جميل وأيضا فيه خوف الجمهور المصري صعب جدا الجمهور المصري بيسمع بشكل مخيف فأتمنى أن أقدم أفضل ما عندي إن شاء الله وأيضا وجودي في دار الأبرا والمسرح الكبير تحديدا هذا يعني لي شيء كبير جدا جدا وهي نقطة مهمة جدا في حياتي والله بنقدم لكم إن شاء الله مجموعة من الأقاني البحرينية والمصرية كون المناسبة بحرينية مصرية طبعا وطبعا منها الأقاني القديمة البحرينية والأقاني الوطنية والأقاني القديمة أيضا الوطنية التي تقنت على جمهورية المصر من فنانين بحرينيين طبعا على رأسهم أستاذ أحمد الجمهوري أستاذنا ويكونوا لي إن شاء الله مشاركة في صواله بسيط مع الأستاذ أحمد الجمهوري أيضا احتفالية شارك فيها عدد من الفنانين من مملكة البحرين وعدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين وسط أجواء من الفرحة والبهجة والمحبة التي تؤكد على قوة العلاقات بين البلدين والتعاون في نشر التسامح بينهم معبرين عن سعادتهم بإقامة الاحتفالية بدار الأوبرا المصرية باعتبارها رمزا عريقا للفنون تدشين علاقات البحرين بمصر بأكثر من 50 سنة بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية بس العلاقة البحرين ومصر قديمة من قدم الزمان لذلك شعب البحرين وشعب المصري دائما متقاربين جدا ونحن اليوم سعيدين جدا أن نكون بمصر نعتبر بلدنا الثانية هذه الاحتفالية هو لتجديد العهد والولاء بين القيادتين وبين الشعبين المصري والبحريني وهو أكيد يعزز العلاقات على المستوى العربي والإسلامي والأفريقي والأسيوي أنا أعتقد أن مثل هذه الاحتفالية التي صارت اليوم في دار الأوبرا شيء كبير خاصة أن مجموعة من الفنانين البحرينيين المتميزين يغنون أغاني مشتركة بين البحرين وبين مصر نحن البحرينيين لا نحس نفسنا في دولة غريبة نحن في بلدنا الثاني مصر والفعالية هذه من تنظيم مركز الملك حمد العالمي للتعايش طبعا هو المركز أساسا أنشأ كقاعدة أساسية لفكر سيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه وهو المبني على التعايش السلمي بين الأديان والأطياف ونقل ثقافة وفكر ومبادئ أهل البحرين في شكل عام طبعا الفعالي هذه تعبر أو تمثل العلاقات العربية العربية وكيفما يجب أن تكون فالعلاقات البحرينية المصرية علاقات متجذرة ومثالية وتعكس عمق العلاقات العربية العربية العلاقات طبعا طوال خمسة سنة كعلاقات رسمية لكن العلاقات البحرينية المصرية صار أكثر من هذه الفترة كثير وطبعا هي تعكس الحب والود والتفاهم والعمل المشترك لدعم العمل العربي المشترك صهرة فنية بحرينية مصرية بقيادة هذه الفرقة التي تأسست عام 1997 ويشارك فيها عازفين مصريين فضلا عن دراسة أعضائها بالمعاهد الفنية المصرية لاستكمال مسيرتهم الفنية بالفرقة التي شاركت في مهرجان الموسيقى العربية في ثلاثة مواسم كان آخرها العام الماضي مما يؤكد أن دار الأبرى المصرية منارة الثقافة والفن ومحطة التقاء الأشقاء العرب محمود جميل التلفزيون المصري الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة الأخبار الاقتصادية لدى رجاي رمزي تفدر رجاي شكرا إيمان شكرا أدى مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعوها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من سلسلة شبابنا يدعم قرارنا والتي جاءت تحت عنوان برنامج عمل تعزيز الصادرات المصرية الأفريقية صادراتنا لقارتنا ليقدم من خلالها مجموعة من السياسات المقترحة بشأن آليات والسبول تعزيز تنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقية واقترح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنشاء منصة معلوماتية وبوابة إلكترونية موحدة لصادرات مع بناء منظومة متكاملة للصادرات وربط الجمارك والجهاد ذات الصلة إلكترونية بالإضافة إلى تفعيل تكتلات التجارية إفريقيا على غرار النموذج الأوروبي ودراسة الأسواق ذات الميزة النسبية وأوجه الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وأكد أن مصر لديها مقومات وفرص واعدة لمضاعفة صادراتها وفتح أسواق جديدة وتمتلك ميزة تنافسية في العديد من القطاعات التصدرية انطلق موسم حصاد القمح وتوريده بمزارع محافظة القليوبية حيث بدأ المزارعون الحصاد وتوريد القمح لأشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المخصصة لاستلام المحصول بلغت المساحة المنزارعة بالقمح هذا العام 40.841 فدان على مستوى المحافظة سيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تسليم القمح مع تلال إسنابل القمح الذهبية في الحقول يتواصل موسم حصاد وتوريد القمح في معظم محافظات الجمهورية خاصة مع اتخاذ أجهزة الدولة كافة الإجراءات والتيسرات لاستقبال القمح ففي مزارع محافظة القليوبية يحرص المزارعون على توريد القمح للشوان والصوامع والهناجر ومراكز التجميع المخصصة لاستلام محصول القمح على مستوى المحافظة خاصة مع الحرص على صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى أنا زارع فدانين أمح بمحافظة بمركز طوخ زرحته عشان لقيت سعر الأمح في تدعيم من الدولة جامد لزرحة الأمح وبصراحة حقول الإرشاد ماشى معنا أول بأول من جابونا التقاوي مجان وأصابونا الأرض ليزر وجابونا السطارة بتاع الخطوط بتوفر نسبة كبيرة من المية ووقفت معنا حقول الإرشاد ووقفت معنا في كل طريقة لغاية موسم الحصاد وعلى مستوى محافظة القليوبية بلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام أربعين ألفاً وثمانمائة وواحداً وأربعين فداناً منها عشرة آلاف فدان زرعت بقورة مركز ومدينة طوخ بالنسبة لمحصول الأمح في مركز طوخ الحمد لله وبفضل ربنا مساحة الأمح السنة دي حوالي عشرة آلاف فدان العشرة آلاف فدان دولة فيه عندي منهم ستة وتسعين حقل إرشادي وثلاثة تجمعات حوالي مساحة التجمع حوالي خمسة فدان بالنسبة للتجمعات بالنسبة دعم الحكومة للفلاح أن الدولة وفرت التقاوي الأسمدة المبيدات في حالة حدوث أي إصابات الدور رشاد الزراعي في محصول الأمح بيوفر التقاوي بنوفر استطارات لزراعة الأمح بندي التوعية اللازمة للجميع العمليات الزراعية من يوم الزراعة حتى الحصاد التقاوي بيكون بمعدل خمسة وربعين كيلو للفدان الزراعة باستطارة طبعاً بتوفر التقاوي برضو خمسة وربعين كيلو للفدان زي principle السطارة عندما نزرع باستطارة اللي هي بتزرع واتخطط بتوفر في كمية المياح حوالي خمسة وعرشين في المية من كمية مياح الري وطبعا بنعم ندوات إرشادية للمزارع من يوم الزراع حتى الحصاد وفي ضوء الحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها تشير التوجيهات الرئاسية إلى ضرورة توريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع محافظات الجمهورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كما توصل الصامع والشورن استلام محصول القمح لهذا الموسم من المزارعين ذلك المدة ثلاثة أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام المحصول هذا وقد حضر المزارعون ندوات إرشادية تم تنظيمها لتوعيتهم بأفضل أسليب الزراع والرأي بما يساهم في تحقيق انتاجية عالية للفدان وكذلك يتم توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصامع والشوان بجهود تنظيمية كبيرة ودقة عالية يتواصل موسم حصاد وتوريد القمح في معظم محافظات الجمهورية ففي بن سويف واصلت الصوامع والشوان استلام محصول القمح لموسم 2023 من المزارعين وذلك لمدة ثلاثة أشهر من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح حيث تقوم اللجنة بفرز الأقماح الوالدة وإعطاء درجة النقاوة الحمد لله نحن النهاردة في بداية استلام الأمح من المزارعين المصريين والحمد لله نقدر نوفر تمن المحصول للأمح السندي في خلال 48 ساعة والحمد لله نهاردة في موسم 2023 موسم مبشر بالخير إن شاء الله المصر كلها بإذن الله واستعدادا لهذا الحدث الهام شكلت مديرية تموين بن سويف غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية على مدار الساعة وبالاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة والوزارة لضمان جاهزية كافة مواقع الاستلام ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام داخل المحافظة 126 155 فدانا بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم وكان المزارعون قد حضروا ندوات إرشادية تم تنظيمها لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والري بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان وتوعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشوان بتوجهات من معالي وزير الزراعة ومعالي المحافظ اهتمام جميل جدا بزراعة وإنتاج الأمح على مستوى الجمهورية وخاصة في محافظة بن سويف الحمد لله رب العالمين زرعين السنة ده حوالي 126 ألف فدان إن شاء الله عندنا شوان وصوامع من توزع توزيع جغرافي على مستوى المحافظة بصورة جيدة وتحظى عملية تداول الأقماح بمتابعة كبيرة ومرور ميداني مستمر للسيطرة وإحكام الرقابة عليها ومنع خروج المحصول خارج نطاق المحافظة ومنع تداوله بشكل غير قانوني هي إذن جهود كبيرة تبذلها الدولة لضمان توريد أكبر قدر ممكن من محصول القمح في جميع المحافظات لتحقيق الاكتفاء الذاتي أكدت نائبة محافظ البحيرة نهال بلبع أكدت على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده في كلمتها خلال متابعة يوم حصد القمح بالحقل الإرشدي بكفر خليفة بإيتي البرود شددت نائبة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشوان والصوامع وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة وإلى أسواق البترول العالمية التي تتجه أسعار النفط فيها نحو تسجيل انخفاض شهري بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة عليها وأيضا عدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب هذا ارتفعت العقود الآجلة لخامة برينت بنسبة بلغت فاصل 5 في المئة لتصل إلى 78 دولار 21 سنة للبرميل بينما تراجع خامة غرب تاكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت فاصل 2 في المئة مسجلا 74 دولار 61 سنة للبرميل فيما ارتفعت أيضا أسعار المزوت العالمية بنسبة بلغت 6.7 في المئة لتسجل دولارين 2.5 سنة لكل مليون واحدة حرارية بريطانية ارتفع الناتج المحلية الإجمالية لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 1.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022 افقار خامة مكتب الأحصاء الأوروبية يورو ستايت انتعش نمو الناتج المحلية الإجمالية في الاتحاد الأوروبي برماته بزيادة بلغت نسبة وفاصل 3 في المئة بعد انخفاض بلغت نسبته وفاصل 1 في المئة في الربع الأخير من العام 2022 وفقا ليورو ستايت اغلقت برصة الإمارات على ارتفاع بعدما رفعت سلسلة من الأرباح للشركات معنويات السوق رغم المخاوف المستمرة من التباطئ الاقتصادي وصعد المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة بلغت فاصل 8 بالمئة مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم قطاع البنوك مع صعود أسهم معظم القطاعات كما ارتفع المؤشر في أبو ظبي بنسبة بلغت فاصل 4 في المئة من هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدين عودة مجددا إلى أداء وإيمان فإليكم شكرا لك رجائي شاهدين وصلنا إلى ختم النشرة وهذه عنواني الأخبار تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية تواصل عودة المواطنين المصريين من السودان عبر القسر الجوي والمنافذ البرية الحدودية ترحيب دولي بتمديد وقف إطلاق النار في السودان لمدة 72 ساعة وسط مناشدات بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون علائق حكمات النصاروخية روسية تستهدف كياب وأوكرانيا تقول إن استعداداتها لشن هجوم مضغط شرفة على الانتهاء مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة من التلفزيون المصري إلى اللقاء اشتركوا في القناة